احداث السادس عشر من مايا الارهابية هذه المشاهد التي تعود لمثل هذا اليوم من العام 2003 ستبقى عالقة في اذهان المغاربة الهدف الاول كان مطعم دار اسبانيا بقلب الدار البيضاء لقطات اللي شنا الان في هذا الفيديو هي لقطات اللي تؤرخ للحادث الارهاب بديل 16 ماي 2003 كيمكن يعني المغربة كلهم يمكن لهم ينساوا يمروا الحياة ديالهم الى اشياء اخرى وهذا امر طبيعي الا انه بالنسبة لي الاحداث ديال 16 ماي هي يعني شكلت واحدة نقطة ديال تحول في الحياة ديالي يعني لا يمكن ان تعود الى ما كانت عليه اذا هذا اللقطات هي جزء من الواقع اللي كانعيشه هي تذكير وان كنت بعد عشرين سنة لن انسى ابدا لان في هذا الحادث بالخصوص في دار اسبانيا يعني كاسا اسبانيا فقدت زوجي وابني يعني فقدت عزم املك وهي ضربة موجعة لمن ضلوا على قيد الحياة يعني الجرحى والمصابين وهي ضربة موجعة لأسر الضحايا وللمغاربة كلهم لان في 16 مايه 2003 لا 2003 يعني استفقنا من ذلك الواقع اللي كنا عيشينه وقالناه المغرب لن يمس بالارهاب ولكن مع الاسف تم المس بالطمأنينة المغاربة ونحن كاسر ضحايا قدينا الثامن يوم 16 مايه 2003 لابن اكون متواجدة في المغرب كنت خارج المغرب ولقيتش ما تلقيتش الخبر في نفس الليلة بل في يوم السبت 17 مايه في الصباح الباكر عبر التلفازة ولم لانه بالامس يعني نهار 16 مايه كان عندي اتصال هاتفي مع الزوج ديالي عادي يعني لم نكن نتوقع ابدا على انه سيقع مواقع اذا يوم السبت 17 مايه صباح الباكر عندما رأينا تلك الفاجعة وبالخصوص في نادي دار اسبانيا قبل ان اتصل باي احد في الدار البيضاء من الاسرة او احتى زوجي وابني دي كان عندي واحد الاحساس على انه الفاجعة ربما مست زوجي على الاقل قد نتساءل لماذا هذا الاحساس لان احنا كاسرة كنا اعضاء في هذا النادي يعني وكان عنا عادة اننا نذهب الى نادي دار اسبانيا لتمضية بعض الوقت او لتناول وجبات الغداء او للعشاء يعني عادي فبالنسبة لي انا لم اكن متواجدة في مدينة دار البيضاء انا وبنتي اذا قد يكون زوجي قد ذهب الى دار اسبانيا اذا بعد ذلك اخذت في الاتصال هاتفيا بزوجي وبابني لا احد يرد بافراد الاسرة اكدوا لي على ان زوجي كان من بين الضحايا اللولين الذين فقدوا الحياة وعلى ان ابني ما زال البحث جاريا عليه يعني ما عرفوش هو ميت او غير ميت اذا لم يتم العطور عليه ومعرفته حالته الا متاخرا من يوم السبت يعني 17 ماي كنت قد وصلت الى مدينة دار البيضاء ووجدته في المستشفى من بعد الحديد 16 ماي تلاهو بالنسبة لي يعني 23 ماي اسبوع بعد ذلك توفي ابني التحق بوالده بعد يعني بعد غيبوبة ما وكنت اتمنى ان يظل حيا لكن الاقدر شاءت ان يفارقنا نهار 25 ماي كانوا يوم احد تم تنظيم مسيرة كبيرة على يعني هنا في مدينة الدار البيضاء من تنظيم جمعيات وفعاليات حقوقية وحزبية الى اخره وتم استدعاؤنا لهذه يعني نحن الارامل بالخصوص وعائلات الضحايا وكانت اول فرصة اللي غد انطلقوا احنا يا العائلات ديال للضحايا فاخذ بعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية يعني تتكلم معنا حول لماذا لا نؤسس اطار جمعوي يجمعنا يعني من هنا جات الفكرة وبعد بضعة اشهر يعني بقينا على اتصال ما بين الاسر الضحايا تعرفنا على بعضنا اكتر وتعرفنا على الحاجيات ديالنا وعلى ظروف العيش ديالنا فاسسنا الجمعية الاولى اللي كانت سميتها جمعية ضحايا 16 ماي كتضم فقط عائلات الضحايا وبالخصوص الارامل والابناء والاخوة الى اخره هذا الجمعية الاولى اللي تأسست اذن في دجمبر الفين وثلاثة كان بعضنا بعض الاهداف اللي هي تلبيات الحاجيات الفورية والضرورية ديال عائلات الضحايا منها الدعم للاثار منها وضع النص بتذكاري حتى لا يتم نسيان الضحايا التمدرس ديال الابناء ديال الضحايا وهذا كان هدف اساسي والحمد لله استطعنا بمجهودات اما شخصية او عن طريق بعد المعارف والاصديقاء الى اخر استطعنا ان نوفر ظروف جيدة التمدرس وبقينا على هذا يعني في اطار هذا العمل متواصل احتاجت الاحداث ديال حادث ارغانا في 28 ابريل 2011 وكانت قبل منه بعض الاحداث ولكن كانت صغيرة في مدينة الضالبيضاء بحل حيل فارح وشريع مولا يوسف وفي عبد المؤمن ولكن كانت صغيرة وباش كنحدو الحادث الارهابي صغير مع الاسف بعدد الضحايا اذا فارقانا بنعلا ان الارهاب مازال متواجد وحصد ارواح ضحايا مغاربة واجانب فاردتو لانفتاح على ضحايا اخرين وبالحتى على الفعاليات حقوقية او فعاليات اللي يمكن لنا تساعدنا الى اخرى اذا هنا تأثت الجمعية المغربية لضحايا الارهاب اللي كان الان وانا الرئيسة ديالها وبقت جمعية ضحايا الستاشمائي بقت منغلقة فقط على الاسر الضحايا احنا في الجمعية المغربية لضحايا الارهاب عندنا اهداف يعني كنعمله على تحقيق ديالها الهدف الول دائما هو حتى لا ننسى وفي كل 16 ميه من كل سنة كان عمله وقفة عند النصب السيدكاري دائما مع السنزل العشية وكان وقفو احنا بعض الاسر الضحايا وبعض الاصدقاء بعض الفعاليات حقوقية وجمعوية الى اخره وعنا هدف الهدف الرئيسي اللي كي يجي من بعد احياء الدكرة هو التحسيس بخطورة التطرف والارهاب وهنا اخترنا ان هون توجهه للاطفال والشباب في المؤسسات التعليمية بمختلف اسلاكها من ابتداء حتى التعليم العالي وكان قوموا بهذا التحسيس وكان قوموا بانشطة اخرى يعني بمقاهي ادبية بورشات للراس ايام سينمائية يعني كل ما يمكنه ان يحفز على التشبت بالحياة والابتعاد عن التطرف والارهاب كانت لقوا بعض الدعم ولكن يبقى غير كافي يعني المحرك الاساسي ديالنا في انجاز هذا الاهداف هو يعني ايماننا بهذا الاهداف وعلى انها يمكنه ان تمسى الاطفال والشباب ويمكن تحميهم من الانجراف نحو التطرف والارهاب وفي بعض الاحيان اذا كانت المصاريف اكثر فغالب الاحيان على انه كان اعتمدوا على مواريد خاصة ديالنا علما على ان الجمعية احنا كلنا متطوعون ما عندناش اشخاص اللي يعني كيمتهنوا هاد العمل الجمعوي وهدا هو السرع لانه بقاتل جمعية الى حد الان وكتقوم بهاد الانشيطة بشكل يعني متواصل اول شيء هو ما اللي تعرفنا على بعضياتنا نهار الول ديال المسيرة نهار خمسة وعشرين مايه اي الفين وثلاثة بحال بالنسبة لي انا كنت كنعرف بعض الارامل يعني قبل بحكم كنا كنت نطلقوا في البعض مننا كنا كنت نطلقوا في نادي دار اسبانيا والاخريات ما كنتش كنعرفهم اذا كان داك الاحساس انه انا مشي بوحدي لان من اللي كتكون المصيبة متشاركة او كنتشاركوها واحد عدد ديال الناس كيخف الحدد ديال الالم ديالها يعني بدينا كنتعاونوا فيما بيناتنا كنحلوا المشاكل اللي كنقدروا عليها وبقاوا ازواج ديال بعض الارامل اللي انه تم بعدها توفى كنقوموا بزيارات بيناتنا كننمشوا المستشفى نتفقدوا الناس اللي كانوا بقين كيتعلجوا كيفما قلت اي واحد من ال اي واحدة يعني اي اسرة عندها اطفال صاروا الاغلبية كانوا الاطفال عندنا صار كنا تقريبا عندنا 52 طيفل وكلهم في سنة مدرس كلهم اذا كان قلنوا اذا فقدوا الاب والموعيل وهذا على الاقل نوفروا لهم الظروف ديال تم ادرسكم زيانة يعني هاد التقاسم ديال هاد المعانات ساعدتنا على اننا هاد المعانات بطريقته الخاصة هاد المعانات بطريقته الخاصة اذا اذا الى ما خلتنيش الذاكرة ديالي من من 16 مائة 2003 الى الان تم تفكيك ما يفوق مئتين خلية ارهابية اما خلايا اللي كانت يعني مهيئة للمرور الانفجار او التي كانت في اطاري التهيئ هي هاد المقاربة الامنية الاستباقية لا يمكن الا ان نصفق لها وكان حمد الله على انه وقعت هذه الصحوة امنية كبيرة بهذا الشكل لانه لو لا ذلك لكان عدد الانفجارات بالعشرات وعدد الضحايا بالمئات ربما لكن كان حمد الله ومن كناغين كنوا ممتنين لسلطات الامنية بهذه الفعالية التي تجاوز حدود الوطن ويشهد لها بل ويتم الاعتماد عليها وعلى خبرتها في بلدان اخرى غير انا كضحية وفقد زوجه الابن ديالي في 16 مائة 2003 كان قول ياريت لو ان هذا الاستباق الامني اللي جاء من بعد 16 مائة 2003 وكان من قبل كان ربما يعني هذه متمنيات وان كان اللي وقع قد وقع يعني كان يمكن 16 مائة هو يتم يعني تفقيق الخلية اللي قامت به ولكن على الاقل المغرب حاليا كان في حالة يقضى امنية كبيرة اللي كما قلت يسهر على امن المغربة وما يبقوش يتعرضون للعملية الارهابية فحنا احنا كضحية الارهاب ولا احنا كفي الجمعية او لا بصفتي انا الشخصية كفاقدة للزوج والابن في هذا الاحداث اللي غادي مكليا نأكد عليه هو على انه الارهاب وينبغي على كل واحد فينا مشي باش نعملوه واحد التهويل ولا التخويف لا بعيدا كل البعد على ذلك هنا تبقى اليقضى والحذار كل واحد من جانبه ثم يعني اطلب من الاصار المغربية على انها تكون يقضى اكثر مع الابناء دياله خصوصا واننا دبا احنا كنمشي بالمؤسسة التعليمية وكنشوفوا مدى خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال وكل ما يتم ترويج له عبر هذه الوسائل اللي هي خارجة عن كل مراقبة الا نادرا فمن الاباء ومن اطور التعليمية يعني كل من له صلة بتربية الابناء ديالنا انه يكون واحد نوع التوعية والنوع ديال الحذار لانهم القينا مجموعة كبيرة من هذه الابناء المغربة اللي يتحت لنا الفرصة وانطلقوا معهم على انهم مدمنين على هذا الوسائل التواصل الاجتماعي وعلى انهم يدخلوا الى مواقع اللي منها من بنتها مواقع اللي تحتوا على العنف وعلى الكراهية وعلى القتل والدليل على ذلك على انه حاليا المجموعات الإرهابية تعتمد بشكل كبير على هذه الوسائل لاستقطاب شباب واخراجهم من وسط منازلهم ومن بين أحضان أسرهم وتزجوا بهم في أماكن العنف والتطرف والإرهاب تحولهم الى قنابل وإلى يعني مقاتلين حسب المفهم ديلا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناوا فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر